السلام عليكم مشكلات صفية بتحصل؟ أطبعاً بتحصل مشكلات صفية كتير أسبابها إيه ومظاهرها إيه وظواهرها إيه أحياناً الكثافة في الصف كسرة الأحاديث الجانبية التمرد والتنمر الفوضى التي تظهر من قبل البعض الصمت نتيجة عدم المعرفة وعدم مراعاة الفروق الفردية ما بين الأبناء في داخل الألبيئة الصفية كيف يمكن لنا أن نتغلب على هذه الأمور وكيف يمكن لنا أن نتعامل معها وغيرها واحد يقول لك أستاذ ممكن قلم ما عنديش قلة تواجب منين يبقى معاك حقيبة فيها أقلاب وعامل عليها سوليتيب كده أو لازئ عليها ورق جميل وكاتب عليه ملونه بألوان تفضل خد القلة يعني أحد المشاكل التي تحدث داخل بيئة الصفية ادعاء الطلاب نمعوش قلة طالب يقول لك والله يا أستاذ اللي أنت بتقوله ده أنا عملناه قبل كده تقول له إيه ممكن تقول له والله إحنا مضطرين نكرره عشان تمتلك الخبرة تمتلك المهارة وفي الإعادة إفادة وفي التكرار بيادة وتسبيت للمعلومة والتكرار بيعلم الشطار وإذا ما كانش له هدف ليه بتكراره خلي بالك لأن ده ممكن يعمل لك أزمة ومشكلة طالب يقول لك أستاذ أي أنا عيان طفلي يعني لو في المدرسات اللي في المرحلة اللي بتدأي أو ولد آخر عايزة نام الفيديو الشهير اللي شفته في بداية السنة أعمل إيه معاه مدرسة تعمل إيه تقول له طب إسكت إسكت إحنا هنمشي أوه قدامنا ساعة ونمشي ده كلام ما ينفعش لازم تاخده وتقرب منه وتاخده في حضنها وتسلم وتطبطب عليه لو في إمكانية تاخده وتخرج خارج الصف في بيئة آمنة نسبيا حجرة المكتبة قضة المدير عند حد المهم إنه تخرجوا من هذا الجو إنما وعد إحنا هنمشي أوه ما ينفعش فلازم المدرس الزكي هو اللي يعرف يميز مين اللي بيدعي المرض ومين اللي بيدعي اللي تعمل غير الآخرين عينك عليه بتعرف إزاي إنه صادق أو غير صادق لقيته مريض فعلا إحرص إنه يوصل إلى الجهة التي تمارس معاها هذا الأمر أو تستدعي ولي أمره المهم يعني تتعامل معا أحيانا بعض التلاميذ أو بعض الطلاب يلجأوا للحديث عن مدرسين تانية آخرين أثناء الحص ويظنوا إنه ده كويس مدرس الفلاني ده مش كويس ده بيشتمنى ده رجل مش كويس ده بيعمل فينا هل يقبل المعلم أو الأستاذ أن يسائل زميله لا يجوز والله يقبل أنه يسمع عن زميله ده هيتأل عنه نفس الكلام ولهذا لا يجب أن تسمح بهذا أبدا مهما كانت الأمور وتكن حازما في هذا الأمر كلام عن مدرس آخر بعض المراهقين والمراهقات يتعلق أحيانا بالمعلم أو المعلمة على مستوى الذكور أو الإنس عشان نعالجه أعمل إيه؟ قال لك ما تحاولش تفتح معاه مواضيع طيب في حال كتب لك رسائل أو غيره داخل المدرسة قال بعض من يتحدثوا عن الجوانب التربوية قال لك بلغ إدارة المدرسة وعملوا بشكل طبيعي جدا دون أي تمييز دي مرحلة عمرية عادية جدا وطبيعية التعلق فيها وارد ولكن كيف تتعامل مع هؤلاء وبذات إذا كانوا من الجنس الآخر إزاي تتعامل مع هذا الأمر دون أن تشعروا بضيق ودون أن تتسبب له في مشاكل على المستوى النفسي هذا أمر مهم ودون أن تحدث مشكلات تربوية داخل المدرسة هذا أيضا من الأمور التي يجب أن نراعيها داخل المدرس طلب أحيانا وانت ماشي في الشارع يبدأ يتحدث بألفاظ ويسأل أسئلة مش مقبولة هذا الإجراء يجب أن تسمح به على الإطلاق قل له أجل الكلام دا للمدرسة إذا كان هيسألك في حاجة ويطلب أنه ولي أمره يجي دلوء الألفاظ موسيقى في الشارع ولي هذا دور المدرسة جماعة ليس دور داخل البيئة الدراسية والصف وإنما خارج الصف أيضا عشان يتعلموا أن ضمن الأداب والضوابط هو سلوكه داخل وخارج الصف كلام اللي قلنا دا في كل ما قيل تعليقا على الفيديو اللي شفناه في الأول وانفعال هذا المعلم وطريقته في الخطاب وسبه للطلبة ورميوا ليهم بالكراسة يتفضلوا خروجه كأنهم فلوسية بتاعت أبوه يعني وكأنه هو مش عايش على هؤلاء وبيقتات على هؤلاء والفلوس اللي داخلها في جيبه أسبوعيا وشهريا مئات بل آلاف نتيجة إجهاد وإجهاد أولياء الأمور وسايبين أبناء وأمانة عندهم ما شاء الله على العيال في الطلبة يعني ما شاء الله عليهم في هيئتهم وفي شكلهم إزاي هذا الأسلوب إزاي تلك المعاملات هذا لا يجوز وده زي ما قلت ده استثناء وليس قاعدة القاعدة عندنا أن عندنا معلمين على مستوى عالي جدا من الأخلاق معلمين لديهم روح المبادرة ولكن يحتاجوا إلى توجيه ويحتاجوا إلى داعم حد يقف في ظهرهم حد يسندهم وإلا ليه وزارة وليه إدارة تعلمية وليه إدارة مدرسية أنا مش حاطط مدير مدرسة هزق مش مدير مدرسة جبان مش مدير مدرسة متخازل إحنا بنجيب ناس قادة ينجحوا في أن يدافعوا عن المعلمين وقت ما يستحق الدفاع ولديهم القدرة والرغبة في ضبط البيئة المدرسية باستدعاء المعلمين وجعلهم يكونوا داخل الصفوف مش بتجيبوا عشان تقرفوا وتزلوا فقضايا المؤسسة التربوية بما فيها المدرسة تستوجب أن أنا مش بس أركز على المعلم شوف للناظر دا والوكيل دا إيه بنيته النفسية إيه هيئته وطريقته في الكلام هو مين أصلا من هو تخرج منين وكفاءاته النفسية والإدارية لازم نتعرف على الناس فيه ناس وصليين وفيه ناس منتفعين وفيه ناس أعدى للنهار داخل الغرف في أماكنها تمارس دور التوبيخ على حساب التعزيز وفيه ناس بتبزل جهود رهيبة ولكن لا يجدوا من يهتم بهم كمضراء مدارس وموضوع المدرسة والإدارة المدرسية لازم يحتاج مننا إلى كلام كثير جدا كيف نحقق إدارة مدرسية فاعلة من خلال اختيار الكفاءات وبنياتها بنية إدارية حقيقية وبنياتها بنية قيادية حقيقية وإعطاءها تفويضات حقيقية أعلى مما يمتلك الوزير نفسه لأن ده الأب الحاضن للمدرسة اللي لا يسمح بأن تخرج سوقاتها خارج الإطار بل يعالج كل شيء داخل المدرسة أما نلاقي هذا النموذك حفظ عليه ويعلي من شأنه المدرسين هتحبه وتقدره في نفس الوقت يبقى في إيده حوافز المستوى المادي وعلى المستوى المعناوي من ما يقول لك أنا فضلي سنتين وأطلع معاش ده أنا فضلي خمس سنين وأطلع ده أنا فضلي كم سنة خلينا نخلص إيه اللي أنا وأخده هذا ما ينفعش كل هذا يؤكد على كثرة المشكلات الصفية ويزعج المعلم ويزعج الطلبة ويزعج الجميع على كل إن شاء الله نكمل كيف نعمق العلاقة مع الطلاب عبر إصدار المكفآت والعقوبات لمن يستحق هذا ما نتناول إن شاء الله في المداخلة الأخرى القادمة نلتقي بكم على خير في أمان الله السلام عليكم